لنبدأ بداية عملية المحاكات عند تحريك كامل المفاصل Q1 حتى Q4 بتردد بطيئة أو بديناميكية بطيئة ونشاهد ماذا يعطينا راسم إشارة الخاص بالموقع وراسم إشارة الخاص بالأرور خلال هذه المحاكات عند تحريك المفاصل الأربعة معاً فإن سنلاحظ هنا حركة للروبوت مختلفة عما عهدناها سابقاً ولكن سنرى ملاحظة جيدة جداً على راسم إشارة الخاص بالموقع حيث طبعاً قمت بوضع ترددات مختلفة للمفاصل المختلفة للإشارة والإشارة دائماً ستكون جايبية ولكن نلاحظ بشكل عام ملاحقة جيدة جداً لإشارة المرجعية بين الإشارة المرجعية والإشارة الحقيقية وسنلاحظ أيضاً في راسم إشارة الخاص بالخطأ أن الخطأ الأعظمي لا يتجاوز بحال من الأحوال القيمة العظمى المحددة من الزبون وهي 0.2 إذن كما أسلفنا كل الإشارات لجميع المفاصل خلال حركة الروبوت كانت جيدة جداً والأخطاء لا تتجاوز 0.05 راديان بشكل أعظمي وهذه قيمة جيدة جداً بالنسبة لنا إذا اخترنا ديناميكية سريعة وأنا اخترتها سريعة بعض الشيء يعني اخترتها على حدود تحمل المتحكم وبتشغيل المحاكات أننا سنلاحظ على راسم إشارة الخاص بالخطأ أن الخطأ تجاوز الأخطاء السابقة 0.05% صار أكبر من ذلك ويجب أن يكون أكبر من ذلك أن المفاصل الآن تتحرك بسرعة أكبر والتأثيرات بين المفاصل قيمها أكبر والضجيج قيمته أكبر وأيضاً بمشاهدة الإشارات على راسم إشارة خاص بالموقع نلاحظ أن التردودات الإشارات زادت إذا لاحظتم أن الإشارة الجيبية هنا زادت ربما ثلاث إلى أربعة مرات من ناحية السرعة ولكن رغم ذلك فأن الخطأ الأعظم للملاحقة لم يتعدى القيمة المطلوبة من الزبون والتي هي 0.2 راديان وهذا يعني أن التصميمنا كان جيد جداً على الرغم من أن هذه الدينيميكيات أو هذه السرعة الروبوت هي أقصى ما يمكن للمتحكم أن يتحمله فأنه أبدأ استجابة جيدة جداً ربما يجب أن نختار سرعة أقل بسبب وجود بعض التجاوز بالمفصل الثاني كما نلاحظ هنا أن الإشارة الحقيقة تتجاوز الإشارة المرجعية وهذا ما لا نريده في الروبوتات الصناعية أي سرعة المفصل الثاني يجب تقليلها بعض الشيء مرة أخرى أريد أن أعرض ذلك أعرض حركة الروبوت كما ستكون بالحقيقة في المعمل ملاحظ أن الروبوت يتحرك بسرعة كبير جداً طبعاً بالنسبة لروبوت نموذج أولي للروبوت أو بروتو تايب ونحن فخورين بوصولنا لهذه النقطة حيث قمنا بتصميم متحكم لروبوت يمكن أن يكون روبوت صناعي يعمل فيما عمل في يوم من الأيام بإذن الله أمل من أحد المشتركين أو أكثر من أحد المشتركين أن يأخذ هذا المسار أو أن يأخذ هذا المساق ويستفيد مما تم عرضه في المساق لصناعة روبوت أو ذراع روبوتية صناعية تحقق متطلبات الزبائن في منطقتنا العربية نكمل الآن عمليات الاختبارات عملياً انتهينا من الاختبارات بشكل عام ولكن كما أسفت سأعرض أيضاً النتيجة الخاصة في مستوى المؤثر النهائي أو مستوى task space بعد تحويل كلتا الإشارتين المرجعية والحقيقية للمفاصل إلى إشارة X و Y و Z للمؤثر النهائي حيث نرى أن الإشارة الصفراء وهي الإشارة المرجعية يتم ملاحقتها بشكل جيد جداً أيضاً في مستوى X و Y و Z من الإشارة الزرقاء وهي الإشارة الحقيقية للمؤثر النهائي وبذلك نعلم أن عملنا على مستوى المفصل وعلى مستوى المؤثر النهائي كان جيد جداً ويحقق متطلبات الزبون بشكل كامل